السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة كنا نسمعه بصوت السندريلا في مقاله رئيس الجمهورية البائدة حكي على ملف أصحاب الشهادات الجميعية العليا حكي على تحمل المسؤولية حكي على العسابات اللي تعتقد أنه ثلوات البلاد ستبقى غنيمة بأيديها والوبيات ما زالت تعتقد أنها قادرة على التحكم في مفاصل الدولة حكي زادة على المؤسسات العمومية وقال لا مجال للتفريد فيها ويجب القيم بسرعة بتطهيرها محمود كان نجمو نعبر عليه المجلس هذا بالموازاة بتوازي مع مجلس الأمن القومي هذا مجلس الأمن الاقتصادي هذا كل مرة رئيس الجمهورية يخرج مع وزيرة المالية وزيرة التجارة وزيرة العدل ورئيس الحكومة وهذا باعتباره أنه هو المجلس المخول الحديث في المسائل الاقتصادية وخاصة في ملفات الفساد هذا شيء يجيبي كانوا نظروله من البرة ولكن من بعد كانوا نحاولوا نتوغلوا لأنه نفس المواضيع تحدثنا فيه في العديد والعشرات باش ما نقولش مئات المرات والسيد رئيس الجمهورية هو نفس التبشي نتمنى أنه نهار من نهارات يقولوننا في المجلس ما ينبثق على المجلس هذا ما هي نتائج اللي وصلنا لها خاصة رفيق أنه تونس في مقياس محاربة الفساد مع الأسف في السنوات الخيرة وخرت معنا كنا في مراتب مهاش جيدة جدا ولكن زدنا وخرنا مع الترانسبارانسي انترنسيونال وخرنا يظلوا يزوزوا لثلاث مراتب بين عامناء والوسناء فما بالق بين 2019 والوسناء دوك قاعدين نوخروا كل مرة بالرغم من المحاولات الحثيثة لمحاربة الفساد فما حاجة مهاش ماشية فما حاجة مهاش تتبع هل أنه الإدارة مهاش تتبع بالرغم من المحاولات ومن الكلام رئيس الجمهوريين كل مرة يمشي الإدارة ومحاربة الفساد وشادينا فاسدين توا موجودين في السجون ومحاكمات وبالرغم هذا الفساد ما هوش قاعد ينقص في البلاد قاعد يزيد مع تلاب برسبسيولي عند العباد أنه الفساد ماشي ويزيد دوك فما مشكلة ومش يزيبنا نحطه خط خط زمني للمورة ذي بيش تحسن نخدوش كل مرة وكي وعين به يزيبنا نلقاه حل ويزيب نحطه ظرف زمني يحصرنا ناس اللي كل في مثلا في علاقة بالمؤسسات والمنشائلات العمومية يجب القيام بسرعة بتطهيرها بما نندسوا فيها وعبثوا بمقدرات الشعب وثرواته أنا موافق بو منيش موافق أنه لا مجالة للتفاريط في المؤسسات تحكينيه ما نجموش نقعدو في ظل الإفليس اللي عايشتو البلاد حافظين على دولة تبيع في الدخان ودولة ما نعرفش فاش تعملو وتعمل في الحلفة يعني أنا منطقي أنا أنتو كام يعني أنا ورأي مسموع ورأي لأخر مسموع هو الجيو أما مش يزمنا نحصروها في الزمن محمود ليه معنتها اليوم أغزر أنا نعرف دي ما يقولون يا أولاد يراوك واحد يبدأ ما عندوش فلوس وعندو اللطف عليكم مريض في الدار وما عندوش منين يتسلف شمشي يعمل يخرج طرفك السياغة هذيك يا يبيحة يا يران حتى لين ينفنف أموره وبشي داوي المريض اللي عندو سينوه بشي خليه حاشيكم ميموت اللطف عليكم دوك إحنا اليوم قاعدة البلاد ماشية وتغرق وما ليش قاعدين نقاوا في حلول مع الأسف قاعدين نحاولوا جاهدا إن دوك يظهر لي الإشكالية وكي ما قالها مروين العباسي يظهر لي فهمها تصريح المروين العباسي البارة يقول رأوا أخزر إذا نحبوا اليوم بش نخلصوا القروض متاعنا اللي بش نخلصوهم بالعملة الصعبة دوك يزمنا فلوس بالعملة الصعبة قلنا باي بش نتسلفوا معهند البنك المركزي سبعة آلاف مليار ما هوش الحل دوك اليوم مش ينزم اليوم عندي مؤسسات اللي هي خاسرة وتناجم من داخل برشة فلوس للدولة شو نعمل يزمني نسيب منها ايو بارتية على قل ما بيحيش الكل ننظفها ساعة سيفرية يزمنا ننظفها ونرجع ومقدرات الدولة والمتاع الشعب ولكن بعد نبدأوا على قل بشوية بشوية بش ندخلوا فلوس لهالدولة يجرلو كابا كل مؤسسة واحد علش ديما كيما الاتحاد معناها ثم ناس دي تقولك نبيع كل المؤسسات الأممية وهو مش مقبول وكيما زيد الاتحاد كي يجي اليوم يقولك ليه حتى مؤسسة ما تتمسه كله خط أحمد يعليش هل الاكستريميزم هو إيه كيف يأملكه ضغم أيض ولا نشوفه بالكا بالكا هذي رابحة هذي مش رابحة هل اليوم كي نسلمانا في متاع الدخار سيادة تولرس تتمسل الحلفة سيادتنا والعالم والنشيد والحدودنا بش تتمسل معناه لا نعرفش إلى حد ديان عشرة سين عاودوا في نفس الكلام ولا واحد أقنعني بخط الأحمر اللي حاتينه على المؤسسات العمومية الكل نحكي على الكل لأنه نقوله الكل هم يتمسوش